ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الذي يعرفه أبناء البحرين بجده وعمله لما فيه مصلحة ونفع الجميع والذي أولاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آر خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ثقة غالية هو أهل لها ننطلق معا لتحديث وتطوير الأداء الوطني بأجهزته وأنظمته وخدماته وهو ما تتولاه العكومة الموقرة بكل كفاءة واقتدار تحت إشراف ولي عهدنا الأمين ورئيس مجلس الوزراء الابن العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آر خليفة الذي يطيب لنا أن نبارك له جهوده وأن نشد على يده وهو يتولى مسؤولية إدارة العمل الحكومي في توقيت يمتاز بتحدياتها العالمية والتي تتطلب عملا مكثفا يزيد من مرونة وسرعة الاستجابة لكل متطلب وطني بالمسؤولية والآمال والطموحات تأتي النتائج على أرض الواقع لتبرهن نجاح قيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمختلف الملفات والإشادات الدولية بمختلف مجازات مملكة البحرين لم تكن إلا نتاجا لقيادته التي حققت وستحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه فالتحديات كبار لكنها تصغر ما دامت القيادة بيد سموه وفريق البحرين يعمل في كل شبر على أرض الوطن لتحقيق كل ما من شأنه رفعة الوطن وازدهاره إن القاصية والداني يعرف البحرين أنموذجا للنجاح ومما يزيد البحرين فخرا تفوق المملكة عالميا في تجاوز جائحة كورونا بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي تواجد في الميدان قبل دخول الجائحة لمملكة البحرين وما جاء بعد ذلك من تحديات وإنجازات أثبتت للعالم أجمع من هو فريق البحرين الذي يفاخر به سموه اهتمام سموه في تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بها وتعزيز بيئة مملكة البحرين من كافة النواحي اقتصادية كانت أم اجتماعية تبث الطمأننة في أن المملكة تسير في الطريق الصحيح وإذا كان هناك تحدي ما ففريق البحرين بحنكة وقيادة سموه يحب التحديات ويعشق الإنجازات